كما لاحظ الجميع المؤتمر تأسيسي تميز فيه سلوك المؤتمرين بنوع من الانتظام مع التذكير بأن هناك جزءاً من من حضروا لم يكونوا مؤتمرين ينتمون إلى الشبيب الإسلامية وجماعة العدل الإحسان والشيعة والسلفين كلهم حضروا ولاحظنا أنه في المؤتمر تأسيسي كانت تجلس مرأة بمظهر عصري إلى جانب منقبة وكان يجلس سلافي إلى جانب شباب الهيب هوب وكان الكل متعايشاً واعتبرنا بأن ذلك هو ما يميز المغرب لأن المغرب يتسم بتنوعه وينبغي أن نتعلم احترام الاختلاف في حزب الديمقراطي الجدود عندما يرفع شعار قليل من الإيديولوجيا وكثير من النجاعة والفعالية ينطلق من فكرة أساسية وأننا ينبغي أن نبتعد عن الحسابات للإيديولوجيا الضيق المغرب لجميع المغاربة المغرب لجميع المغاربة مهما كانت معتقداتهم وإضافتنا للمشاهد الحزبي وأننا نريد أن نعيد للحزب السياسي اعتباره بتحديد أدواره لأن هناك العديد من انظيمات لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل السياسي جمعيات المجتمع المدني تمارس السياسة تمارس السياسة ولكن بطريقة مختلفة عن الأحزاب السياسية أحزاب السياسية لها وظيفة واضحة حددها الدستور تتمثل في تقطير المواطنين وتكونهم سياسيا تتجسد في تمثيل المواطنين في المؤسسات المنتخبة وينبغي على الحزب أن يكرس آليات الاشتغال الديمقراطي داخله اشتركوا في القناة